والله طبعا المباراة النهاردة رغم انك انت فايز في اللقاء الذهاب 4-0 طبعا هنا في القاهرة بس صعب جدا انك انت تتنبأ بلقاء العودة طبعا التاريخ شخصية الاهلي شخصية البطل ثقتك بنفسك الربعية اللي انت حققتها في القاهرة كل ده يخليك ان شاء الله انك حاطت قدم وصاق في المباراة النهائية خلاص ان شاء الله دي حاجة مفروغ منها من نسبة 99% لكن في النهاية لازم نقول ان دي مباراة قرة قدم فلا تعرف المستحيل وفاق سطيف فريق كبير مش فريق قليل الجماهير الجزائرية جماهير جبارة تقف خلف فرقها بشكل جبار فانت رايح تواجه الملعب رايح تواجه الجمهور رايح تلاعب فريق كبير عايز يعمل المنتادة عليك بيتضرب عليها في الدوري الجزائري اخر مباراة احرص 11 هدف المباراة الاخيرة جاي ب7 اهداف فهو بيتضرب على المنتادة هو بشيسيبك تعدي بسهولة فهو عايز من اول خمس دائف الماتش هتلاقي عندك يعني امواج هجومية غير طبعية هو كده كده يعني وفاق سطيف هو مش باكي على حاجة مش خسران حاجة ماذا؟ يعني في البعض بيقول ان المباراة محسومة خلاص ليه النادي الاهلي كمشجعين تحديدا لكن اغلب اللغة السيدة لدى المحللين ان لأ مش عاوزين نستهين بالمباراة لان زي ما حياك قلت ان يمكن اخر مباراة في الدوري اللي وفاق سطيف ادري اللي اجيب فيها سبعة صفر وهو داخل مش هيبكي على حاجة خلاص بقى انا كده كده سواء خسرت او فست انا هعمل سكور علشان خاطر حفاظها لماء الواقع بزراب طبعا شافي زي موسيماني يقدر يتعامل مع هذا موسيماني شخصية زكية كمدير فني هو طبعا انا قلت رغم انتقاد لي في الكثير من الامور لكن بيتسو موسيماني مدرب كبير بيوجيد التعامل مع المباراة الكبيرة دي حقيقة ولكن انا كنت مختلف معاه طبعا في ادارة المباراة الرجاء هناك في المغرب كانت ادارة غريبة الشكل كان عنده لغرتمات وفلسفة غريبة جدا في الكرة سلمهم الشروط التالي تماما للرجاء كان يلعبوا على الاهلي وهددوا مرمى الاهلي اكتر من مرة وعدينا بالعنال اللي هي دي حقيقة من المباراة لكن في النهاية هو كسب وعدى فما بيبصش وراء بيبص اللي جاي وفاق سطيف بيتسو موسيماني بيتعلم من اخطائه عنده النهاردة ازمة كبيرة جدا في غوصة الملعب بسبب الاصابات عنده عمر السلية اصابة على مصدر العضل الخلفية واثر ان هو ياخده معاه مع البعثة وان هو يسافر معاه للجزائر ولكن عمر السلية صعب جدا ان يلحق بالمباراة لانه لسه بيكمل برنامجه التأهيلي لسه لم ينتهي بسبب الام العضل الخلفية ايضا عنده مشكلة فحمدي فتحي طبعا احد سمامات الامان في خط وسط ملعب النادي الاهلي وعنده الام في الحوض وعنده اصابة صعب جدا هو يلحق ايضا بالمباراة ده الى جانب عمر حمدي صليبي واكرم توفيق صليبي فعنده ازمة النهاردة بيتسو مسماني عاوز ان هو يوجد البدائل لهؤلاء الليعابين بالشكل اللي يخدم على مصطحة الفريق خاصة في الشوت الاولاني فلو هنيجي نتكلم على البدائل طبعا هو ما عندوش في خط الظهر غير ياسر ابراهيم ومحمد ابن منامه يستفيد بيهم كاثنين مساكين هيعتمد على محمد هاني في الجبهة اليمين علم علول في الجبهة الشمال ما فيش جدال على الاربع العبين دول وسط الملعب هو الازمة هيعتمد على طبعا القاطرة المالية اليو ديانج هيبقى جنبه وجهة نظر المتوضع انه من الممكن يعتمد على اي من اشرف الى جانب افشة والى جانب ثلاثي الهجوم هتلاقي بيرسي تاو هتلاقي احسين الشحاب وحتلاقي ايضا احمد عبدالقادر اللي لازم يرجع للمباراة لانه بيجيد التعامل بمهاراته طبعا يقدر يمسي الكورة يقدر يعمل هجم مرتدة محترمة يقدر انه هو يهدد مرمى الخصم فمن الممكن انه هو يعتمد على اي من اشرف مكان حمدي فتحي الى جانب ديانج وافشة الى جانب السلاثي الهجومي فالنهاردة بيتسو موسيماني نأمل انه هو يتعامل طبعا بالذكاء مع المباراة هو عودنا على ده حقيقة يعني لكن المباراة طبعا صعبة على مستوى الاصابات على مستوى انك بتلاعب فريق بيتضرب على ريمونتا ده ما عندهش حاجة يبكي عليها زي ما حدرت فضلت وقلت بيلعب على ملعبه ووسط جماهيره قلد ان الاهلي دائما ما بيواجه التحكيم في المباراة الصعبة جدا امتالي مصر كلها يعني اي نادي في مصر لازم يواجه التحكيم لكن خليه اقولك على حاجة الاهلي يكسب 4-0 فالصطيف محتاج يكسب 5-0 عشان يفوز على الاهلي مسماني بيفكر يلعب بمين يعني فيه انباء عن وجود او ان هو هيعتمد على يمكن افشا ومحمد شريف تفتكر هيلعب بنفس الطريقة اللي لعب فيها المباراة الاولى بص بيتسو مسماني عايز اقول ان هو مدير فني عنيد شوية عنيد بمعنى ان هو بيقتنع بفلسفته ما بيغيرهاش حتى لو بيصعر عنده في المباراة المهمة تحديدا يعني في المباراة بيبهرنا بصراحة دي حقيقة وهو بيبهرنا طبعا يعني هو في مباراة الرجاء نزل ببيرسي تاو رأس حربة صريح يعني خد انتقاد غير طبيعي انا اول الناس اللي هجمت بمسلماني ينلعب برأس حربة صريح زي بيرسي تاو وبرسي تاو افضل كجناح مايلعبش رأس حربة ورجليش مال واضاع اكتر من فرصة حقيقية امام مرمى الرجاء انا اعتقد ان هو من الممكن يصر مرة تانية على بيرسي تاو نهار دا رأس حربة ويلعب في الجانب اليمين بحسين الشحات في الجانب الشمال يلعب بأحمد عبدالقادر عشان الدنيا يتمشي او يوفر أحمد عبدالقادر كالعادة ويلعب بحسين الشحات اللي بقى له اكتر من ماتش كويس ويدخر برضو أحمد عبدالقادر للشوت التاني عشان ينزل يعمل حركة زي ما عمل امام الرجاء كده ويعني تلفصنا الصادق اخر عشر دقايق لحمد عبدالقادر اللعب بي اللي كان المفتر يبدأ بيه الشوت التاني عشان يسحب شوية فرقة الرجاء ويريح فرقة الاهل بأن يبسوا الكرة ويدغط على المنافس فمسيماني من المدير الفنين اللي بيتسم بالعند وبيحب يطبق فلسفته مهما كانت تماما فاعتقد ان هذا ممكن يلجأ لبيرسي تاو رأس حربة يقعد محمد شريف على الدكة يلعب بحسين الشحات وعبدالقادر او يلعب بطهر محمد طهر طهر محمد طهر في الجناح طهر ايمن وجناح طهر ايسا تلاحسين الشحات وطهر بيرسي تاو رأس حربة فهو ملوش سقف مسماني ولكن في نهاية هو مدير فني كبير ويستطيع التعامل مع المباريات خارج أرضه وايضا زي ما قلت لحضرتك في الأول ان شخصية الاهل شخصية البطل ثقافة الفوز ده بيخليه دايما يوجد التعامل مع دورة أبطال إفريقيا وخلاص يعني هو فايز 4-0 صعب جدا يتغلب خمسة بس مفيش مستحيل في الكورة الأهل اتغلب من سانداونز خمسة قبل كده لكن طبعا وفاق سطيف مش سانداونز والأهل دلوقتي أعمش هنقول في أحسن حالاته بس اتعلم الدروس الصعبة دي كويس جدا صعب ان يتغلب خمسة من وفاق سطيف سامح ده فيما يخص التشكيل اللي انت توقعته لكن بخصوص تكنيك اللعب شايف هيدافع ولا يهاجب يعني هو في الحالة الدفاع وعدم إحراز أهداف خالص برضو هيرضي يعني الجمهور الخاص بالنادي الأهلي لان خلاص هيضمن التأهل ماء في الماء فشايف ممكن المباراة دي موسيماني يلعب فيها ازاي بص موسيماني عنده حاجة في معتقد اننا مدون تتأهلت ما تسألش عن نتيجة هو دم بمشي بهذا المبدأ يعني النهاردة لو اتغلبت 2-0 لكن اتأهلت لكن هو النهاردة قدام اختبارين اختبار الحقيقي الأول انه هو لازم السمود هو النهاردة بيصمد أول ربع ساعة أمام وفاق سطيف عشان ما يستقبلش أهداف عشان يمتص الحماس الجماهيري يمتص حماس اللاعبين يفسد كافة خطة المدير الفني اللي عايز يهجمه منذ بداية المباراة علشان يقدر يعمل ريمونتادة لانه عشان يعمل ريمونتادة لازم هدف أول عشر دائع ما نهاش حالة تانية مع شخصية كبيرة زي شخصية الأهلي موسيماني هيسحب وفاق سطيف أول ربع ساعة أول تلت ساعة دا الطبيعي لذلك أنا قلت أنه من الممكن يعتمد على أي من أشرف ويقفل وسط ملعابه إلى جانب يسر إبراهيم محمد بن منعم في الدفاع يقدر يسحب وفاق سطيف بعد أن يسحب وفاق سطيف حيبقى قدامه الاختبار التاني الاختبار التاني أنه هو يظهر شخصية الأهلي في أنه هو يتعادل أو يفوز في المباراة عشان يصالح حتى جماهير الأهلي ويوصل للنهائي بعزة نفسه وبكبرياء يعني زي ما بيقوله بأداء الكبار بشخصية الأهلي فهو قدام من الاختبارين دول أنه هو يوقف خطورة وفاق سطيف رقم واحد رقم اثنين أنه هو بقى يظهر شخصية الأهلي بعد أول تلت ساعة يبتدي يلعب ويتعامل مع المباراة من أنه أنا عايز أكسب أنه أنا عايز على أقصى تقدير أنه أنا أتعادل عشان أردي جامهير الأهلي اللي بقى لها فترة مستائة من الأداء وتراجع الأداء في بعض الأحيان كتير يعني